اشتركوا في القناة لان هي من ضمن المعدات اللي هي بتتم في استخدام الالة ولا تعتمد على اليد تمام بلاقي ان المكابس بتفيدني في ان هي بتطلع لي الشغل انتاج كمي عديد بيوفر الوقت والجهد بيوفر التكاليف بيقلل الاخطاء اللي موجودة عندي في المنطقة المنتج المعدني بتاعي تمام يبقى المكابس بتقلل الوقت والجهد والتكاليف وبتقلل الاخطاء اللي موجودة عندي في الشغل او المنتج اللي انا المراد الحصول عليه تمام وعرفنا في الحلقة السابقة ان في عندي مكابس يدوية وآلية تمام ومكابس تانية هيدروليكية واخدنا المكابس الالية وعرفنا ان هي بتعمل بقوة اليد في عندي فتيل مقلوز تمام مسؤول عن الحركة بتاعتي اللي هو اليد بتاعتي اللي هي بتحمل مجموعة من الاسقال سوكلين على الجانبين عشان تزود القوة بتاعتي تمام وبعد كده بينضغط المشغولة بتاعتي ما بين الجزء العلوي والجزء السفلي تمام وهنا بالمكبس اليدوي بيستخدم الاشكال البسيطة بعد كده في عندي المكابس الميكانيكية تمام وفي منها المكابس المرفقية والمكابس الافقية وفي عندي المكابس الهايدروليكية تمام يبقى اذا المكابس الميكانيكية بتعمل عن طريق الحركة الميكانيكية اما المكابس الافقية اللي هي المرفقية بتعمل عن طريق مجموعة من المرافق وتنتقل الحركة من مطور الى مجموعة من التروس وبدورها بعد كده تنتقل الحركة الى الجزء المتردد عن طريق مجموعة من الاعمدة او المرافق تمام كل دو مسؤول عنه الحركة الترددية حاجة اسمها اللي هي الحدافة او الطارة بتاعتي اللي هي الاتصال بتاعها اللي هي مركزي بيبقى على المحيط فيه مجموعة من الاعمدة او عمود بياخد الحركة بتاعتي الترددية ينقلها للجزء المتردد بتاعي اللي هو بيحصر ما بينه وما بين القاعدة بتاعتي اللي هو جزء الايه اسطنبال العيل والجزء الاسطنبال السفلي قطعة المعدن اللي هي المراد التشكيل بتاعها تمام النهاردة هنأخد مكابس تانية اللي هي المكابس الهايدرولوكية والمكابس الهايدرولوكية تعمل بواسطة السوائل يبقى المكبس بيعمل بواسطة السوائل بتاعتي بضغط على السائل بتاعي سطح سائل معين يبدأ يحرق لي المكبس بتاعي بيكبر لي الايه المجهود بتاعي عن طريق الضغط على السائل ده وتيخرج من فتحة تانية بقوة اكبر تديني ضغط اكبر وتديني تحكم اكبر يبقى هنا الفرق ما بين المكابس الهايدوية ان انا باستخدم ايدي اما المكابس الميكانيكية باستخدم الالة ذات نفسها بادوس عدواسة تبدأ تعمل الحركة الترددية التاعتي تمام هده في نوعين من المكابس الالية نوع بيعمل بواسطة التحكم الميكانيك التاعي حركة ميكانيكية او احتكاكية تمام وفي حركة السوائل تبدأ تنقل الحركة يبقى اتنين المكابس الهايدرولوكية والمكابس الهايدرولوكية بنلاحظ هنا ده سطحي بتاعي ده سائل اوه لو بيقول لي سائل زيت بتاعي يبدأ يضغط هنا بزراع على الجزء اللي هو ده يطلع الزيت من الناحية التانية بقوة اكبر مضعفة للقوة اللي انا ضغطت بيها بحيث انه هو يعمل لي دفع للجزء الايه الى اعلى يبقى هنا ده عبارة عن وعاء الوعاء ده موجود بداخله سائل هذا السائل بضغط عليه من فتحة معينة يبدأ يتحرك الى الفتحة التانية وبيخرج بقوة مكبرة للايه للقوة اللي انا ضغطت بيها تمام يبقى تعتمد هذه الانواع من المكابس على نقل الحركة الخطية للمكبس عن طريق استخدام طاقة المياه او الطاقة البخارية او طاقة الزيت طاقة المياه طاقة البخارية طاقة الزيت تمام ويجي يقول لي ايه بعض الاسئلة ممكن يجيبها لصحة او غلط المكابس اليدوية تستخدم فيها طاقة المياه طبعا غلط المكابس المرفقية تستخدم فيها طاقة الزيت غلط تمام يبقى المكابس اليدوية بيستخدم فيها ايه العمود المقلص اللي بيدور عن طريق اليد المكابس الوفقية اللي هي بيستخدم فيها الاعمدة المرفقية مطور بيحرك مجموعة من الاعمدة متصل مجموعة من الطرط بيديني الحركة الترددية بتاعتي طيب المكابس الهايدرولوكية بتعتمد على ايباها على الزيت يبقى هنا ممكن ييجي يقول لي ايه المكابس اليدوية الهايدرولوكية يا اسف بتعتمد على طاقة الزيت صحة ام خطأ طبعا صح تمام ممكن يجيبها لي بتخير ما بين الاقواس ممكن يجيبها لي في صيغة صح او غلط ممكن يجيبها في صيغة اكمل السؤال يبقى مثلا من اسئلة اكمل يجي يقول لي مثلا اكمل طاقة الزيت تستخدم مع المكابس نقط طبعا على طول اخطار الايه او كاتب الهايدرولوكية تمام او ممكن يجيبها لي في مجموعة اقواس يحطي لي مثلا كذا نوع من المكابس بين كوسين مثلا المكبس اليدوي المكبس المرفقي المكبس الهايدروليكي طبعا انت حسب الجملة بتبدأ تركز ايجابتك لاننا ممكن نحطي لك كلمة صغيرة تغلط لك المسألة كلها يبقى انا لازم اركزش الجملة للنهاية عشان اقدر اجاوب يبقى المكابس الهايدرولوكية بيعمل ضغط على سطح الميا او السائل او الزيت بتاعي يبدأ يقبر الضغط ده لطاقة اكبر وابدأ استغلها في ايه في حركة المجبس بتاعي يبقى في حركة الايه المجبس بتاعي تمام يبقى اذا وتعتمد تجبير قوة المجبس ماشي يبقى اهم حاجة تجبير قوة المجبس على ايه بقى في هذه الحالة على استخدام كباس يضغط السائل بقوة صغيرة نسبيا يعني انا بضغط بقوة معينة يبدأ يعمل لي تجبير لايه لهذه القوة يبقى على المجبس صغير القط فيتولد فيتولد ضغط يعادل قسمة القوة على مساحة سطح المجبس يبقى هنا بيعمل ايه بيضغط بقوة صغيرة القوة دي التجبر تصل الى اضعاف الاضعاف اثناء عملية التشغيل لان انا مهما كانت قوة الضغط التاعتي صغيرة انا عايزها مكبرة عشان تديني قوة اكبر تديني تشكيل للمعدن بسهولة لان لو قوتي زي ما عرفنا في الحلقة اللي فاتت ان قوة المجبس لو قليلة عن سمك المعدن او قوة المعدن مش هتتم عملية التشكيل يبقى لازم قوة المجبس تكون اقوى من حدود الخامة بتاعتي تتعدى حدود قوة الخامة بتاعتي فبتعمل لي ايه تزويد للطاقة قوة الطاقة بتاعتي او قوة السطح اللي هو اللي انا هستخدمه في عملية التشكيل يبقى مقسوما على مساح السطح المجبس تمام فينتشر الضغط بطريقة منتظمة ومتساوية عبر السائل يبقى هنا الضغط بينتقل عن طريق ايه عبر السائل خلي بالنا من النقطة دي مهمة الضغط في المجبس زولفتيل او المجبس سليال وكان بينتقل عن طريق الفتيل او العمود المقلوز هنا بينتقل عن طريق السائل برضو دي موادع من الاسئلة اللي هنا ممكن تجيني الى استوانة اخرى بها مجبس كبير فيتولد قوة على المجبس بضغط السائل عاملة زي ما انا بضغط كده في خزان صغير بضغط جواه زي السرنجة بتاعت الدكتور كده خزان بحط فيه السائل بتاعي ويبدأ يضغط بمجبس او كباس يطلع بقوة شديدة جدا تمام يبقى هنا خلي بالنا بضغط على جزء معين من السائل يبدأ يضغط لي على السائل دوت يعمل لي عملية نقل للحركة بتاعتي او نقل للطاقة بتاعتي ونقل للطاقة طاقة مكبرة يعني بتعمل لها عملية تكبير يعني مش نفس القوة بتاعتي لا ده بتزداد قوة عن القوة اللي انا ضغطت بيها يبقى خلي بالنا هنا برضو دي من ضمن المواضع الاسئلة الهمة بتاعتي وانا بعيد وهوت فيها عشان ده اللي يهمنا ان انا اقدر ان انا جاوب على جميع الاسئلة بتاعتي لان انا ممكن اجيب لك تركاز صغيرة داخل السؤال تبدأ ان انت لازم تتعامل معاه هنا يضغط مثلا علل يضغط على سطح السائل بقوة صغيرة فيحدث ان هو يتولد قوة كبيرة ليه لان هنا بتنتقل من كباس صغير او مجبس صغير سطح صغير الى سطح اكبر كباس اكبر بيولد قوة اكبر يعمل انتشار للقوة على السطح بصورة مكبيرة بتاعتي تزود القوة بتاعتي كل ده عشان اقدر اتحكم في الخامة بتاعتي اللي هي ممكن يكون شكلها مختلف او قوتها كبيرة جدا تمام يبقى كل ما تزيد قوة الخامة بتاعتي لازم اختار المجبس المناسب لهذه الخامة مش هاجي كده لازم اهم نقطة في الاعتبارات اللي لازم احطها في دماغي اول ما امسك الشغلة كده اول الشغلة دي هتنفع على انه مجبس موجود عندي مجبس يدوي ولا مجبس آلي يا طرح هستخدم انه مجبس في اللي موجودين عندي لان انا اخترت المجبس الغلط ممكن تعرض الاسطنب بتاعتك او المجبس بتاعك انه ميتمش المجبولة بتاعتي زائد ان المجبولة ممكن طبوز زائد ان المجبولة بتاعتي ممكن يحصل الله ايه ان هي يحصل الله ان هي طبوز او تتلف انا مش عايز اخصر لا ده انا عايز ان اتم الشغل بتاعي بالشكل المظبوط لما حط في اعتبار الاعتبارات الهمة اثناء عملية التشغيل هقدر اتم العمل ايه في امان تمام يبقى هنا الضغط التاعي بوسيطة سائل بوسيطة ايه السائل تمام السائل ده بيدغط على السطح تمام يبقى هنا ده شكل المجبس بتاعي بقى هنا اهو ده مجبس هيدرولكي هتقول هو شبيه للمجبس اللي فات اللي احنا خدناه في الحلقة اللي فاتت اه شبيه بس من الخارج انما هو هنا جوه مفيش مجموعة من الاعمدة مفيش مجموعة من لا ده فيه عندي مكابس هيدرولوكية سائلية سائلة تمام اول ما بضغط عليها بيديني الحركة الترددية ادي الفك العلو المتردد بتاعي وادي قاعدة الستانبرا بتاعتي المعدن بحطه في النص ينزل يضغط يعمل عملية التشكيل بتاعتي ادي هنا هو بيوريني الشكل المجبس والحركة بتاعتي ادي السائل اهو يضغط هنا بقوة مؤسرة على الكباس يبدأ السائل يتحرك شايفين السام هو يتحرك اهو يتحرك يتحرك داخل الوعاء بتاعي يطلع يضغط على السطح هنا يحرك للجزء ده الى اعلى يديني كافس بقوة اكبر قوة اضافية قوة كبيرة لان هنا نزل بقوة صغيرة اهو تحرك السائل داخل الوعاء بتاعي او الكباس بتاعي بدأ ان هو يتحرك بصورة اكبر على الحركة بتاعتي هنا ده طبعا الشكل هنا بيوريني ان هو بيقسم القوة بتاعتي على المساحة بتاعتي اللي موجودة رفعت هنا قد الحمل بتاعي الحمل بتاعي اللي هو بتاع المجبس بتاعي شالتلي قوة كبيرة هنا قوة صغيرة اهو هنا عمل حمل كبيرة اهو ضاغط على السائل بس قدر ان السائل يرفعه ويعمل لعملية تحكم في تشكيل بتاعه تمام اهو ورده ده شكل اخر هنا ده شكل انبوبي اهو ضغط في السائل في الداخل اهو هنا بيبدأ يضغط بالمضخة دي على السائل يتحرك السائل في هذا الاتجاه يضغط على الانبوبي اللي موجود عندي هنا يبدأ يتحرك لي السطح الى اعلى او الى اسفل حسب ايه الحركة بتاعتي طيب هل ممكن اغير ده بالبخار اه ممكن تمام يبقى هنا اهم حاجة ان جوه مفيش حركة مفيش مجموعة من التروس لا ده هنا فيه يا اما سائل يا اما بخار يبدأ يعمل ايه يغلي الميا في داخل خزان كده والميا تغلي تزداد حجمها يبدأ يعمل ضغط على الجدران يبدأ يعمل ايه ضغط وزيادة للقوة بتاعتي تطلع في نفس الاتجاه بتاعي اللي هو الانبوب اللي موجود عندي يبقى هنا ممكن انا اضغط بواسطة البخار اه ممكن اضغط بواسطة الزيت يبقى البخار زيت ميا تمام ومصدر الماء العالي الضغط بها جهاز خاص هو مكبر يتحول الضغط المنخفض للبخار الى ضغط عالي للماء تمام اهو يبدأ هنا يحط الجزء اهو الضغط المنخفض بتاعي يحرق للانبوب بتاعي يبدأ البخار يطلع من خارج الانبوب بتاعه يبدأ قدم مصدر الايه اللي استوانة بتاعتي دي قدم مصدر الخروج بتاعي يبقى هنا بيدخل اهو البخار اهو في هذا الوعاء طبعا يجبر يجبر داخل الوعاء هنا حجمه بيزيد يبدأ يخرج من هذا الانبوب الى الخارج بتاعي يعمل عملية الايه نقل الحركة تمام ودي شكل المكبس برضو تاني اهو بيجبوا لي ده اه اللي هو شكل المكبس من الخارج مجالات التشغيل اه مجالات التشغيل بتاعتي بشوف انا انا هشتغل المكبس ديت في ايه مجالات التشغيل بتاعتها ماه انا مش هفضل اقول المكبس وخلاص وانا مش عارف انا بشتغل في ايه او هشغله في ايه لا ده كل حاجة ليها شغلها انا جبت الالة بتاعتي وعرفت ان كان يدوي او قالي لازم اعرف بقى انا هشتغل ازاي وهشتغل ايه عليه بالزبط انا خامة هتشتغل وايه الانتاجية اللي هتطلع من عندي لازم اعرف الانتاجية انا لازم اعرف المنتج بتاعي هيطلع شكله ايه او عامل ايه او امكانيات التشغيل بتاعتي اول حاجة التشكيل فيه كل من الحالة السائلة والذي نوصل به يبقى هو ممكن انا اسخن الخامة واشكلها وابدأ ان انا اشكل على سطح الايه اللي استنبر بتاعتي ويبدأ اضغط الفك العلوي على الفك السفلي يعمل لعملية تشكيل تاني حاجة قطع وتشكيل الالواح والشرائح قطع وتشكيل الالواح والشرائح وينقسم بدوره الى عمليات الصقب والتفريغ ده من اهم العمليات هي عمليات الصقب والتفريغ دي ليه لان انا جميع المنتجات المعدنية لا يخلو منتج معدني من عمليات الصقب والتفريغ يبقى بعمل اهم حاجة عندي الصقب والتفريغ بيفرق داخل الخامة ينزل الجزء العلوي على الجزء السفلي يبقى الجزء السفلي فيه فراغ ما بينهم المعدن ينزل الجزء العلوي يشكل المعدن ما بينهم ويعمل لي عملية تفريغ طيب نشوف والتكسيم يبقى هنا في فرق ما بين الصقب والتفريغ والتكسيم والتشتيب الدقيق التكسيم هنا ان انا احصل على منتج معدني مجسم اه يبقى انا ما وصلتش ان انا بس ان انا اعمل صقب وتفريغ لا ده انا ممكن اشكل مجسم بواسطة المجبس اه بواسطة المجبس يبقى المجبس ممكن يعمل لي تاني ممكن يعمل لي تشكيل ممكن يعمل لي صقب ممكن يعمل لي تفريغ حسب الاسطانبول اللي موجودة عندي والخامة حسب المجبس اللي عندي. يبقى عندي حاجتين. الشكل والخامة. الشكل حسب الاسطنبة والخامة حسب المجبس اللي موجود اللي انا هستخدمه سواء كان يدوي او قلي. يبقى التكسيم والتشطيب الدقيق. تمام? للعديد من المنتجات المشتغلة بازيه الطرق مميزات كدقة الابعاد. دي قلناها في في الحلقة اللي فاتت. ان هو بيتماز بدقة الابعاد والسرعة. انتجية فيه انتجية في العمل. دقة الابعاد والسرعة. زائد ان هو المشغولة بتاعتي قليلة العيوب. يعني انا حدود التشغيل بتاعتي قليلة. طيب. والجودة العالية. ونعومة السطح. دي مميزاتها هو. انت بتقدر تعمل ايه? بعمل منتجات. بعمل صد. بعمل تفرير. زائد ان هو المنتج بتاعي بيكونت ذات جودة عالية. وبعمله بسرعة. وبيطلع السطح التاعي نعم. تمام? امكانية صناعة قوالب القطع. والتشغيل للانتاج على المكابس. زو العدد. العدد المحدود. تمام? لما فيه ذلك من تأثير ايجابي واقتصادي. اه. يعني انا هنا ممكن اعمل انتجية لبعض المنتجات. هنا بيقول لي فيها جانب اقتصادي. ليه? لان انا هنا بستخدم الالة. بنزل بالمكبس نازلة واحدة بيعمل لي كذا مرحلة. هنا بيوفر لي في المجهود. بيوفر لي في جور عمال. ممكن عامل واحد يقوم بالعملية كلها. تمام? يعمل لي صجب وتفريغ. ويعمل لي اه عملية تشكيل لمجسم. عامل واحد بضغطة واحدة. بيعمل لي كل ده. بس حسب شكل الاسطنبا. ارجع تاني واقول حسب شكل الاسطنبا اللي موجودة عندي. تمام? صناعة الاسطنبا من الحاجات المهمة اوي. زي ما هنعرفها بعد كده ايه هي شكل الاسطنبا? وبتعمل ايه بالزبط? تمام? يبقى بتعمل تأثير ايجابي واقتصادي. يبقى هنا من ضمن التطبيقات ان هي بتوفر لي في المجهود التالي. التطبيقات والمنتجات التي يمكن ان ترتبط بالاستفادة من معدلات الانتاج العالية. اه انا مش ورشة صغيرة ده اللي بتكلمش عن ورشة صغيرة ده اللي بتكلم على مصنع كبير عايز انتاج. معدلات انتاج كبيرة. هنا ايجي العامل يقوم ضغط على المجبس يعمل لي كزا حتة في اليوم. يعمل لي كزا منتج في اليوم. ما يعملش قطعة واحدة. ما يبقى الشغل يدوي? يعمل قطعة واحدة التكلفة بتاعته تبقى عالية. نلاحظ دايما لو انا نزلت اشتري جزء معين فيه شغل يدوي بيبقى غالي. ليه غالي? لان العامل بيقعد يشتغل فيه وميعتمد على مهارة اليد وبياخد فيه وقت طويل جدا. بس نفس المنتج انا ممكن اعمل في وقت قصير كزا منتج. عدد كم كبير. هنا روح اليدوي او الصنع اليدويه بتبقى تكاد تكون منعدمة. ولكن بيبقى فيه ضقة زيادة متناهية. بيبقى فيه ضبط الابعاد. ضبط للشكل. واقل تكلفة. لان هو انت كزا قطعة في اليوم. فلما اجي اعمل عملية اه اه بيع للقطعة بتاعتي. هبيحها بسعر قليل. غير اما انا اعد يوم كامل او كزا يوم اعمل في قطعة واحدة. فلازم طبعا الربح بتاعي اوزعها على عدد الايام. فهنا المجبس بيعمل لي انتاجية كبيرة. شغل مصانع شغل بيديني انتاجية عدد كبير من المنتجات. هنا معدلات الانتاج العالية وتستخدم التقنيات المختلفة للمجبس. تستخدم التقنيات المختلفة للمجبس او المكابس. تمام. اتاحة استخدام الخامة والفلزات المختلفة وترشيد الهالك. هنا انا لما اجي اعمل تصنيع يدوي لحديد مثلا الصلب. انا ممكن تكون قوة المعدات اليدوية بتاعتي ما تقدرش تشكل اوي الحديد الصلب. هنا انا ممكن اعمل كزا نوع من الخامة. مفيش خامة معينة. ده انا عندي كزا خامة ممكن استخدمها على المجبس. مش خامة معينة. مش هدور على الخامة اللذي ان او ابدأ ان انا اشكلها يدوي. لا. ده انا هنا هاختار اي خامة واعمل لها عملية تشكيل. تشكيل في الايه? وترشيد للهالك. بيعمل ترشيد للهالك لان هنا ما بيطلعش زواية كتير ولا زعانف زي ما عارفنا قبل كده. تمام? التشغيل على المجبس بصفة عامة نظيف وغير ملوس للبيئة. اه دي اهم نقطة. يبقى غير ملوس للبيئة ليه? المتاحة. يبقى الشغل في المجبس اول ما بنزل المجبس بيعتمل على طاقة قهرباء تحول المحرك طاقة القهربية الى طاقة حركية. مفيش هنا اي ملوسات للبيئة. غير ما انا الشغل اليدوي ممكن يطلع ملوسات للبيئة بتاعتي. ممكن يطلع لي هوالك. الهوالك دي طبعا ملوسة للبيئة. تمام? الهالك ده هوات هواديه فين? ملوس للبيئة. تمام? اما المجبس او التشكيل على المجبس قليل هوالك. قليل اه اه عملية التلويس للبيئة. انتاجية عالية. ضبط في الابعاد والمسافات. ضبط الانتاجية بتاعتي. ضبط للمنتج والشكل النهائي بتاعي. تمام? هنا الحد من الاخطار الانتاجية توفر الامن. توفير ايه? الامان الصناعي. الحد من الاخطار الانتاجية توفر من ايه? الامان الصناعي. ده اهم نقطة الامان الصناعي دوت انا مش هشتغل على المجبس وابدأ ان انا ايه? اتعور كل شوية. لا ده اللازم اوفر الامن والامان. الاعتماد على اختيار عملية التصنيع على التكلفة ومعدل الانتاج وتوفير كطع الغيار. ده خلي بالك. لازم انا هنا ابدأ اوفر كطع الغيار للمجبس بتاعي عشان اعمل معدلات انتاج بتاعتي. يساهم يساهم التشكيل باستخدام المكابس على تطوير خط الانتاج النمطي. ما بقاش فيه نمط معين. لا ده انا ممكن اتوسع في الشغل. اعمل شغل بايه? بطريقة موسعة. لما بقاش نمطي. بقى انا بشغال بحرية. واتوسع في الاشكال بتاعتي. وتوفير وتوفير مساحات العمل والوقت والجهد وحركة العمل. توفير حلول متنوعة وجديدة لاعمال التصميم. متنوعة وجديدة لاعمال التصميم. التصميم هنا ما بقاش مختصر على حاجة واحدة بس. ده انا ممكن اعمل كزا تصميم. لم يكن متاح تنفيذة بالطرق التقليدية. في بعض الطرق التقليدية شغل اليدوي انا ما اقدرش اعمل تصميم معين. لا هنا بيقدر يعمل لي ويشكل لي زي ما انا عايز. بالمقارنة بالعديد من التقنيات التقليدية يمكن لعملات التشكيل بالمكابس ان تؤدي تشتباط وتجاوزات سطح عالية ومطابقة وابعاد وشكل المنتج. بيطابق ايه? سطح المنتج. انا لو انا اعتمدت على ايدي عمر الصنعة اليدوية بتاعتي تطلع على الاورنيك بتاعي. الاورنيك انا بقى عمل نموذج. النموذج ده وات بيبقى من مادة سهلة تشكيل زي الزنك. ببدأ اشكلها للمنتج النهائي بتاعي. وابدأ بعد كده. اما خلص الشغلة بتاعتي ان انا عايزة اقيس عليها. هنا ده الاورنيك بتاعي. بقيس واظبط المقاسات عليها. الشغل اليدوي لازم يطلع فيه بعض العيوب اثناء عملية مطابقة الابعاد. اما على المكبس بلاقي ان الابعاد بتاعتي منتظمة ومنضبطة. تمام? وبتطلع بالمقاسات المطلوبة واللي انا محددها واللي عاملها على الاستنبت التشكيل بتاعتي. يبقى هنا بازبط المقاسات بتاعتي. اهم نقطة عندي ضبط ايه? المقاسات بتاعتي. تمام? يبقى مطبقة الابعاد. الاعتبارات الهامة المتبعة اثناء التشغيل المكابس. في اعتبارات لازم ارعيها اثناء عملية التشغيل. لا يجوز التشغيل الخامات لا تناسب قدرتها الموضحة. اه. يبقى هنا ده في اول الحصة او في اول اللقاء قلنا اني التشغيل الخامة لازم تناسب الايه? المكبس بتاعي. لاني قلنا لو انا حطيت معدن سمكه اعلى او ادخن من قدرة المكبس طبعا هيحصل تطريق للمعدن. مش هتم عملية التشكيل. لازم ارعي الايه الاعتبارات الهمة ديت عشان ما يحصلش ان الشغل التاعي يبوز. تمام? يبقى براعي اول حاجة سمك المعدن. تمام? لا يجوز التشغيل بالمكبس الا بعد التأكد من اتمام اداراتها. لازم اغرب الاول المكبس بتاعي شغال ولا لا. ما جيش ان انا اركب الاسطنبا وابدأ ابدأ اشتغل وخلاص. لازم يكون متأكد ان هي شغالة بشكل مزبوط. لا يجوز اصلاح المكبس عند توقف او تلف جزء منها الا بمعرفة مهندس الصيانة او مندوب الشركة الموردة. يعني خلي بالي ان المكبس ده في بعض الاجزاء الميكانيكية ممكن انا ما عرفش اتعامل معاها. لازم لو حصل اي عب ابدأ ان انا اجيب المهندس المختص عشان معرضش نفسي لاي مشكلة ممكن تحصل لي لان المكبس اللي قدر الله لو انا استخدمته غلط ممكن يعرضني للايه للخطر. للي ده جزء متحرك طالع ونازل لو اي في اي انحراف او اي جزء مش مزبوط هيبدأ يعمل لي ايه بوزان او يعرضني انا لمشكلة. يعمل يبوز المشغولة يعمل يعرضني انا لمشكلة اثناء العمل. تمام يجب تنظيف المكبس بعد العمل اليوم وحفظها في حالة جيدة. تمام ده مهم يجب تشحيم مها في مواضع التشحيم وتزييتها في مواضع التزييت. المكبس بقى فيه مكان للتشحيم وفيه مكان للتزييت. ممكن انا اشحم وزيت حسب ما انا شايف المكان بتاعي بيعمل ايه بالضبط. طيب يجب فصل الطيار بعد الانتهاء من العمل من العمل عليها وايه ليستخدم هذه الالة. تمام? بعد ما خلص شغله خالص افصل الطيار. ليه? لان لو حصل اي لقدر الله اي ماس وانا مش في وصل الطيار الجزء المتردد ده هيشتغل. ممكن يعرض الجزء المتحرك الى اعلى والى اسفل دوت الجزء الطارق الى التلف. ممكن يعرض المكينة الى التلف. يبقى اول حاجة. اراعي قدرة المكينة. بحطش اي معدة. اي شغلانة. لا. اللي هو البسيط للمجبس اليدوي. اللي هو اكبر من كده حسب قدرة الايه? المكينة او المجبس. ابدأ ان انا اشوف المكابس الايه? اللي هي اللي بتعمل بواسطة الكهرباء. او الطاقة. تمام? طيب. لو في جزء بايز. ومش عارف اعمله او جزء فني اجيب المهندس المختص. ما حاولش ان انا ابدأ ان انا احاول اصلح فيه. لان دي فيها بعض الفنيات. وبعض الضبط لازم المهندس هو اللي راجحها. تمام? اشحم الاماكن اللي هي متحركة دي لازم يحصلها عملية تشحيم وتزييد. التشحيم وتزييد بيعمل ايه? بيقلل الاحتكاك. بيقلل عملية احتكاك. الاحتكاك ده بيؤدي الى تآكل في بعض اجزاء المكينة. لو ما تشحمتش هيبدأ المكينة ايه? تحصلها انها تتعرض للتلف او انها تبوس. فلازم اشحم اماكن التشحيم وزاية اماكن التزييد. بعد كده انفاصل الطيار القهربي نهاية عن المكينة. عشان ما اعرضش ان المكينة يحصل عملية حركة. وانا مثلا مش موجود او بتعامل معها. فده ممكن يعرض الاجزاء المتحركة الى التلف او الى الكاس او ان المكينة يحصل لها ضرر وتتلف. تمام? بعد كده بافصل الطيار النهائي. يجب ان يكون العامل المشتغل المكابس مدربة تدريبا كافيا. لازم يكون واخد تدريب لان ده حركة ترددية. لو انا ما خليتش بالي واتدربت كويس. هيحصل هنا عدم سلامة. عند القبض على الخامة للسلامة الشخصية. ممكن اكون حاطت ايدي. وانا بركب الخامة بتاعتي. يوم الجزء الطارق نازل على ايدي. يعرضني لمشكلة. يعرضني لايه? لاصابة. فهنا لازم اخلي بالي اثناء عملية القبض على الخامة. يعني انا وانا بحط الخامة. تمام? ثانيا الاستنباط. الاستنباط بقى اللي بتركب في الجزء المتردد. الاستنباط دي هي كل العملية بقى اللي انا سواء انا عايز صد. عايز تقطيع. عايز ثاني. عايز تشكيل الى مجسم. الاستنباط. الاستنباط هي ده الجزء المهم في الموضوع كله. باخد الاستنباط دي بحطها على اي مجبس. المجبس ما هو الا بيديني حركة ترددية. الاستنباط هي المسؤولة عن التشكيل. يبقى المجبس بيديني الحركة الترددية للفك العلوي لاسفل الى اعلى. والاستنباط هي مسؤولة عن عملية التشكيل. والاستنباط تتكون من جزء اين? جزء علوي وجزء سفلي. الجزء العلوي بيتركب في الجزء المتحرك اللي هو الضارب المتردد. والجزء السفلي بيتثبت في قاعدة الايه? المجبس بتاعي. يبقى الاستنباط بتتكون من ايه? اي استنباط بتتكون من جزء اين? جزء علوي بيتركب في الجزء الضارب وجزء سفلي بيتركب في قاعدة الايه? المجبس بتاعي. تمام? وفي نازع بيمسك المعدن بتاعي عشان اثناء ما بينزل الجزء الضارب بتاعي ما يلزقش المعدن في قلبيه يعمل لي ان هو يعمل تطريق للمعدن بتاعي او تلف للخامة بتاعتي. تمام? يبقى الاستنباط هي المسؤولة عن عملية التشكيل وهي الدور الاهم الموجود عندي في عملية التشكيل او المعدة بتاعتي. طيب نشوف الاستنباط. الاستنباط ادي الاستنباط. ادي الجزء اللي هو تحت اللي هو بيطريبت في قلب المجبس بتاعي. تمام? ودي الجزء العلوي اللي بيطريبت في قلب الضارب. شايفين الجزء الاصمر الصغير ده? ده المعدن بتاعي وهو بيتشكل داخل الايه? الاستنباط. يبقى هنا ده قاعدة الاستنباط بتطريبت هنا اهو بواسطة جوطات معينة في المجبس بتاعي. جوطات او مصامير. وابدأ اثبتها كويس جدا. واظبطها مع الجزء العلوي اللي هو اللي مرتبط بالجزء المتردد بتاعي اللي هو اللي بيركف الجزء العلوي او الفتيل او جزء الضارب بتاعي. حسب نوع المجبس. يبدأ يضغط على المعدن المحصور داخل الفراغ اللي موجود هنا. يشكله لي حسب الشكل اللي موجود بتاعي. تمام? عملية تشكيل بالمجبس هي تأثير بقوة معينة محصوبة على المعدن المراد تشكيله. يبقى فيه قوة معينة. وبحسبها. بشوف قوة المجبس قد ايه? بتضغط على سطح المعدن. وتعتمد جودة معظم هذه العمليات في ايه? دكة المنتجات. ودكة المنتجات في التصميم الجايد للمكونات الاستنبا. والمواد المصنعة لها. اه. خلي بالنا من حاجة مهمة اوي. تشكيل الاستنبا ده عليه دور مهمة اوي اثناء عملية التشكيل. ليه? لاني الاستنبا دي لو مقاستها مش مزبوطة. المنتج بتاعها هيطلع مش مزبوط. يبقى المنتج بتاعها هيطلع ايه? مش مزبوط. براعي في الاستنبا حاجة اسمها الخلوص. الخلوص دوت فراغ معين ما بين الجزء العلوي والجزء السفلي بمقدار سمك المعدن. يبقى براعي بين الجزء العلوي والجزء السفلي حسب مقدار سمك المعدن. بحسب الحسابات بتاعتي كويس جدا ان الاستنبا لو فيها اي خلل هيطلع التشكيل بتاعي مش مزبوط طيب ونوع المعدن اللي انا بصنع الاستنبا منه مش هينفع اعمل من معدن ضعيف انا قبل كده في حلقة سابقة قلتلكوا ايه اني انا بصنع الجسم المجبس من الحديد الزار اللي انه هو بيستحمل الضغط الرأسي الواقع عليه طيب اما الاستنبا بتصنع منه من الحديد الصلب المقصة في عملية تقصية فيه صلب عشان يقدر يعمل لي عملية التشكيل بتاعتي يبقى المكونات والمواد المصنعة لها اللي هي الخامة اللي انا استخدمتها في عملية التصنيع يبقى المكونات والخامة ده حاجة مهمة جدا عشان احصل على الجودة في ايه والدقة في المنتج بتاعي تمام واعتبر التشكيل بالاستنبا تطور تقني تقني هنا فيه تطور لان الخطوات اليدوية بتاعتي كان بتعتمد على المهارة اليدوية لو انا ما عنديش مهارة هنا هيطلع المنتج بتاعي مش مزبوط اجا ازبطه على القرنج بتاعي مش هيطلع مش مزبوط لا لازم يكون انا معتمد على المهارة كويس جدا اما هنا الاستنبا ريحتني من الكلام ده كله هي تطور تقني وسل ان هو يوصلني ان انا بضبط الابعاد بتاعتي بتخلص من اللعوب اللي موجودة عندي تمام حيث يتم التشكيل او القطع داخل استنبا مستخدما المكابس الميكانيكي استنبت القطع او القص يبقى اول استنبا موجودة عندي استنبت الايه القطع او القص ادي شكل الاستنبا ايه وهي رجبة على شكل المجبس هنا اهو ادي القاعدة تمام متسبتة وادي الاستنبا بتاعتي هنا الاستنبا دي بتعملي قطع او قص نشوف هنا اخبارها ايه هي عملية تشكيل بالقص وتؤثر على الخامة بقوة اكبر من حمل الانهيار تمام حتى ينفصل الجزء من الخامة لازم هنا الحمل يكون اكبر من الخامة بتاعتي عشان يقدر يعمل لي عملية ايه قص للايه للمنتج بتاعي ويعمل لي الصورة النهائية بتاعت الايه المنتج يبقى لازم الحمل بتاعي يكون اكبر اهم النقطة ان هو يكون الحمل اكبر لو الحمل بتاع المجبس اقل مش هتم عملية القص بتاعتي تكون اساسا من جزئين الجزء العلوي زي ما احنا قلنا هو يسمى السنبك يبقى الجزء العلوي دا اسمه ايه السنبك وهو يثبت مع رأس إيه الرأس المتحركة اللي هي الجزء المتردد السنبك اللي هو الجزء اللي بيطلع وينزل بيتثبت فيه الجزء العلوي بتاع الاستنبا تمام يبقى دا الجزء العلوي الرأس بتاعتي بيثبتها في رأس المتردد بتاعي او اللي بيطلع وينزل تمام لو بسميه الصنبق هنا ده شكل الاستنباط دي استنباط اللي هي البسيطة بتاعتي او استنبط التقريم تشوف هنا بيعمل لي عملية صاقب بركب الاستنباط بتاعتي ايه هنا اهو في الجزء اللي هو بيطلع وينزل نوا بيانحصر ما بينهم المعدن بيعمل لي عملية تشكيل بالصقب بتاعي وخلي بالنا ده الجزء المتردد بتاعي اللي انا بيربط فيه جزء العلوي جزء الضارب الصنبك العلوي او الضارب او الصنبك تمام بركب فيه جزء الاستنباط العلوي اما الجزء السفلي بثبته في قاعدة الايه المجبس بتاعي يبقى ده الجزء الضارب بتاعي اللي هو بيشكل لي اللي ايه داخل الفراغ اللي موجود داخل ايه الاستنبا وجزء السفلي يسمى القالب يبقى الجزء العلو اللي هو ايه الضارب بتاعي ماشي وجزء السفلي بيسمى القالب وهو ثابت على قاعدة المجبس بس ثبته فين على قاعدة المجبس تمام وتتم عملية القص بتأثير السمك بقوة عمودية على الخامة لقوة القص يبقى بنزل بقوة عمودية اهم نقطة ان الجزء العلوي يبقى عمودي بيعمل زاوية عمودية على الخامة بتاعتي لان لو اي انحراف في الجزء العلوي بتاعي هيعمل عملية تطريق للمعدة وده قلنا قبل كده لازم ازمط الاول الشغلة بتاعتي وخلي بالي وانا حاطت ايدي ما بين الفك العلوي والفك السفلي ماشي عشان ما يحصل لش اي مشكلة واتأكد ان الجزء العلوي عمودي عليه والجزء العلوي متسبت في الجزء الضارب والجزء السفلي اللي اسطنبا متسبت كويس جدا في الجزء الاعدة بتاعتين المجبس بتاعي والمعدن هينحط ما بينهم تبدأ في عملية الايه القص تمام ادي شكل الاسطنبا تمام اهو هنا دي الاسطنبا ادي الفك العلوي والتاحة دي الاسطنبا نفسها وهدي الفك السفلي بتاعتني وهنا دي مجموعة بيسموها دلائل بتحكم حركة الاسطنبا عشان الاسطنبا ما تجيش يمين واشمال بايه بقى هنا بتنزل في منزلق دليل بيحكم لي حركة الاسطنبا عشان اي انحراف في الاسطنبا هيبوز لي المنتج بتاعي وهتعرض لانهيار الاسطنبا او الاسطنبا بتاعتي طبوس يبقى ايزا ده شكل الاسطنبا ويزداد تأثير هذه القوة على الخامة بحركة الصنبك الى اسفل يبقى ايه حركة الصنبك الصنبك الى ايه اسفل الصنبك ده اللى هو الجزء المتردد ثم يبدأ ظهور نقط انفصال داخل المعدن يبدأ المعدن يحصل له عملية تمزيق للبنية الداخلية انفصال يبدأ يتشكل هنا القوة نزلت زادت على زودت الحملة على المعدن بواسطة المكبس والاسطنبا حصل لعملية تمزيق للايه للمعدن بتاعي البنية الداخلية بتاعتي فهنا ابتدى ان هو يعملي عملية التشكيل لان لو ما حصلش عملية الانفصال دوت داخل الجزيات مش هيحصل عملية التشكيل ولذلك من دمن اهم نقط ان بيحصل انفصال وتمزيق داخل الجزيات قدرة المكبس او قوة المكبس ونوع المكبس هو اللي بيتحكم في عملية التمزيق والانفصال داخل جزيات المعدن بتاعي يبقى هنا بيظهر الايه الانفصال بتاعي وزيادة نزول السنبك يصل الى جهاد القص جهاد القص وقيمة اعلى وجهاد القص المعدن فينفصل المعدن عن بقية الايه الخامة بعد كده انواع عملية القص قص شرائح ممكن اعمل عملية قص شرائح شرائح طولية تمام الاخفال اللي هي فصل خامات معينة يبقى قص الاخفال دي ممكن انا اعمل ايه بوسط عملية القص اعمل عملية تخريم زي ما انا قلت الكلام ده اعمل فتحات او تخريم في المعدن الاجزاء الرأسية للسطنبة تمام السنبك والقالب ادي السنبك وادي القالب تمام هما السنبك والقالب دول جزئين المسؤولين عن عملية التشكيل وزي ما قلت لازم يكون فيه خلوص ما بينهم عشان يعمل عملية الايه الحركة الترددية بتاعتي بعد كده الماسك السنبك ماسك السنبك دوت اللي هو بيثبت فيه ايه يستخدم لتثبيت الجزء العلوي للسطنبة برأس المجبس تمام كل ده طبعا اتكلمنا عليه ويعرفنا ان بعد كده حامل السنبك والرأس المتحركة ادي الشكل اللي احنا كنا شايفينه ادي السنبك ودي الرأس المتحركة ودي قاعدة الاستنبك هنا ده كده دي اجزاء الايه الاستنبك بتاعتي طيب لوح النازع اللي هو المخلص النازع ده اللي بيمسك الايه المعدن بتاعشان ما يحصلوش عملية ان هو يلزق في قلب السنبك او يعمل عملية فصل دليل الخامة اللي هو الدليل اللي بيتحرك فيه الخامة بتاعتي عشان تعمل عملية ايه القص بتاعتي هنا بيستخدم بقى مصامير لتزبيت بتاعي النازع والدليل الخامة بعدد من المصامير في قاعدة الاستنبك وهنا لازم الاستنبك تكون محكمة جدا الدلائل اللي هي طبعا احنا قلنا عليها ان هي بتحكم الايه الاستنبك عشان ما تجيش لا شمال ولا يميد يبقى هنا ده اللي احنا اخدناه النهاردة في اجزاء الاستنبك بتاعتي اه منع انحراف اثناء عملية القص القاعدة اللي هي بقى بتثبت فيها المشغولة الجزء الاستنبك السفلي تثبت فيها القالب او الدلائل اللي هي بتصنع من الصلب بتصنع من ايه من الصلب وهدي شكل الاستنبك بتاعي النهائي بتاعها لاستنبك المختلفة وهنا في اشكال عديدة للعمليات اللي بتقوم بيها عملية الايه الصلب الايه اه مختلفة بعد كده هناخد دراسة بعض انواع الاستنبات في عندي مرحلة واحدة وفي عندي مرحلتين المرحلة الواحدة اللي هي الاستنبك بتعمل عملية صلب تخريم فقط يا ده يا ده اما ممكن بعض الاستنبات تعمل لي اكتر من عملية في انا واحد صجب وتخريم وتشكيل يبقى هنا صجب وتخريم وتشكيل اكتر من مرحلة يبقى هنا في مرحلة واحدة او مرحلتين او في عديدة المراحل وطبعا احنا احنا عرفنا ان هي برضو الاستنبا في اي شكل بتتكون من جزئين علوي وسوفي بس هنا بيبدأ يشكل داخل الاستنبا بعض التجاوف المختلفة عشان يبدأ يعمل لي تشكيل الاستنبا النهاردة خدنا ان شاء الله خدنا المكابس بصورة سريعة لان خدناها في الحلقة اللي فاتت وتكلمنا عن الفرق بين المكابس اليدوية والمكابس الالية وهم حاجة ان لازم المكبس يكون قوته اكبر من قوة الخامزة نفسها المكبس البسيط باستخدمه في الاشكال البسيطة والمكبس الميكانيكي او المكابس الاخرى الهيدروليكية باستخدمها في اشكال عديدة تمام وبكون قوتها اكبر من المكبس زولفتين او اليدوي واخدنا بعد كده الاستنباط وعرفنا ان الاستنباط بتتكون من جزئين وان شاء الله نكمل موضوعنا في حلقة قادمة وساعدنا بكم والى اللقاء وتمنى لكم النجاح والتوفيق والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة